بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة وهو الحديث عن بطلان الشركة يترتب على بطلان الشركة آثار والآثر الذي يترتب على بطلان الشركة هو الإنعدام وإنعدام العقد يسري من وقت نشوء العقد وليس من وقت اكتشاف أثر البطلان أي أن العقد الباطل يكون منعدما لا أثر له ولا يمكن أن يترتب عليه أي آثار واقعية أو قانونية من وقت توقيع العقد وليس من وقت اكتشاف سبب البطلان لكن إعمال هذا الأثر على إطلاقه يمكن أن يضيح الحقوق فيضيح حقوق الشركاء إذا كانت الشركة قد تعاملت مع الغير وكانت دائنة ويضيح حقوق الغير قبل الشركة الباطلة إذا كانت الشركة قد تعاملت مع الغير وكانت مدينة لهذا الغير لذلك التسليم بأثر البطلان على إطلاقه يؤدي إلى ضيح حقوق الغير لذلك نشأت نظرية في الفكر القانوني تسمى بنظرية الشركة الفعلية أو نظرية الشركة الواقعية نظرية الشركة الفعلية أو نظرية الشركة الواقعية هذه كانت من خلق القضاء خاصة قضاء مجلس الدولة الفرنسي فأول من نادى بوجود هذه النظرية وقضاء مجلس الدولة الفرنسي مفهوم هذه النظرية تقول أنه إذا حكم بالبطلان المطلق أو النسبي فإنه يطبق بأثر رجعي فيعتبر العقد كأن لم يكن ويعاد المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وذلك لأن البطلان يقضي على العقد وعلى كل ما يترتب عليه من آثار في المستقبل وفي الماضي لكن التسليم بهذه النظرية بهذا الأثر على إطلاقه يؤدي إلى ضياع الحقوق لذلك للحد من هذا الأثر نادى قضاء مجلس الدولة الفرنسي بأعمال ما يسمى بنظرية الشركة الفعلية فما هو نطاق تطبيق هذه النظرية نطاق تطبيق هذه النظرية أن هناك حالات لا يجوز الاعتراف فيها بوجود الشركة لا قانونا ولا فعلا فإن هناك حالات أخرى يجوز معها الاعتراف بوجود الشركة فعلا وقانونا فإذا كان سبب البطلان راجع إلى انعدام الرضا أو عدم مشروعية المحل أو عدم مشروعية السبب أو لفقد رقن من الأركان الموضوعية الخاصة كاقتسام الأرباح والخسائر أو تعدد الشركاء أو نية المشاركة فإن ذلك لا يمكن تطبيق نظرية الشركة الفعلية بصدده أما إذا كان بطلان الشركة راجع إلى نقص في الأهلية أو إذا شاب رضا أحد الشراقاء عيب من عيوب الرضا فإنه يمكن إعمال نظرية الشركة الفعلية آثار إعمال نظرية الشركة الفعلية قبل أن نتحدث عن الآثار لابد أن نتحدث عن شروط تطبيق النظرية فيشترط لكي تطبق نظرية الشركة الفعلية أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها بالفعل قبل الحكم بالبطلان فإذا لم تكن الشركة قد باشرت نشاطها بالفعل فنحن لسنا بحاجة إلى تطبيق نظرية الشركة الفعلية اثنين أن يكون بطلان الشركة إما بسبب نقص الأهلية أو بسبب عدم توافر الشروط الخاصة بنوع معين من أنواع الشركات كالشروط الخاصة بعدد الشرقاء أو مقدار رأس المال في شركات المساهمة بناء على ذلك فإنه لا مجال لتطبيق النظرية إذا لم تمارس الشركة أي نشاط أو إذا مارست الشركة نشاطا معينا وكان سبب البطلان إنعدام أهلية أو إنعدام الرضا أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو عدم توافر ركن من أركان الموضوعية الخاصة أو إذا مارست الشركة نشاطا معينا ولكن تخلف ركن من الأركان الشكلية ما هي الآثار التي تترتب على إعمال نظرية الشركة الفعلية يترتب على إعمال نظرية الشركة الفعلية أربعة آثار الأثر الأول أنه يجوز إثبات الشركة الفعلية بكافة طرق الإثبات عملا بقاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية اثنين تحتفظ الشركة الفعلية بالشخصية المعنوية وتعتبر تصرفاتها صحيحة ومنتجة لآثارها سواء بين الشركاء بعضهم البعض أو بالنسبة إلى الغير في الفترة ما بين تاريخ إنشاءها إلى تاريخ الحكم ببطلانها ثلاثة تخضع الشركة الفعلية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية كما تستفيد من الإعفاءات الضربية أربعة تخضع تصفية الشركة الفعلية لنفس إجراءات التصفية التي تخضع لها الشركات القانونية ولا يمنع من تطبيق الشروط الواردة في العقد التأسيسي للشركة على الرغم من الحكم ببطلانها كأن يتم الاتفاق على تعيين مصفي للشركة وكيفية أو طريقة توزيع الأرباح والخسر ترجمة نانسي قنقر